اشتركوا في القناة وذلك برعاية صاحب السموى الأمير البير الثاني أمير موناكو وبحضور سعادة السيد هشام بن محمد الجوجر وزير الشباب والرياضة وأيضا عددا من المسؤولين عن النشاط الرياضي في الدولة المختلفة وأبطال الرياضات الأولمبية ويعتبر المنتدى واحدة من المنتديات التي تحظى بمشاركة كبيرة من قبل عدد كبير من الشخصيات الرياضية والسياسية والاقتصادية والجامعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والذي سيطرق إلى الامكانيات التي تتمتع بها الرياضة لداحية المساهمة في بناء سلام دائم عبر استخدام الرياضة وجعلها عامل اندماج وتقارب بين مختلف الأطياف وتعزيز مبدأ السلام واللعنف والتسامح والعدالة فالرياضة إدارة فاعلة من أجل بناء السلام وكان سموه قد شارك مع صاحب السمو الأمير ألبر الثاني أمير موناكا ورأساء الوفود المشاركة بالإضافة إلى الأبطال الأولمبيين في الترويج للسلام عن طريق الرياضة وكان المنتدى قد شهد عقد العديد من الفعاليات وورش العمل والجلسات من بينها ورشة عمل بعنوان علبة العدة اللازمة من أجل بناء شراكات فعالة وأخرى بعنوان الممارسات الفضلة من أجل إطلاق إنجاز مشروع ميداني وجلسة عمل حملت عنوان الدبلوماسية من خلال الرياضة فلتسقط الحواجز وجلسة ثانية بعنوان نحو إرث دائم في الرياضة إضافة إلى جلسة عن الطريق نحو المساواة بين الجنسين في الرياضة وورشة عمل حول تسليط الضوء على الممارسات المستندة إلى الرياضة والمخصصة للشبان الضعفاء اجتماعيا وورشة عمل بعنوان تفعيل مساهمة والرياضة في التنمية والمستدامة والسلام بالاشتراك مع اليونيسكو وتواصلت فعاليات المنتدى بإقامة جلسة حول الاستفادة من نفوذ الإعلام الرقبي وجلسة أخرى الرياضة كوسيلة لتسريع الاندماج واختتم المنتدى بعرض بث وثائقي حول الفائزين بجائزة السلام والرياضة